نتكلم عن أخبار النادي القالي ونرجع نتكلم عن الحاجات اللي شغلكوا اللي صارت يتطمن على ترتيبات معسكر أسبانيا من كابتن سيد عبدالحفوز عارفيني كابتن سيد عبدالحفوز كان سافر لأسبانيا عشان يتطمن على كل كبيرة وصغيرة في معسكر الفريق فأكيد من الطبيعي أنه يقعد مع اللي صارت أو اللي صارت هيسأله عن كل التدريبات أو كل الترتيبات اللي حصلت في معسكر أسبانيا إن شاء الله يكون معسكر نجني سمارو إن شاء الله بإذن الله وكمان لصارت يدخل في أجواء الدور اللي لسه ما انتهتش ده كان الخبر لصارت كمان في التقسيم النهاردة أو في التدريب النهاردة كان فيه تدريبين فتدريب صباحي وتدريب مسائي لصارت كان باهتم بتدريبات الكرة في التقسيمات زي ما حضراتكم كده شايفين دي لقطات من تدريبات النادي الأهلي كان مقسم اللاعبين لمجمواتين وحرص على الحديث مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور ألفاً كل بيشتغل على قدم وصاق في النادي الأهلي أو طبعاً متابعين منتخب مصر لكن طبعاً هدفنا كله النادي الأهلي لصارت كمان بيتطمن على عائل لطفي بيحفز عربي بدر الناشئ القادم إن شاء الله يكون قادم بكوة عائل لطفي كان اشتكى من إصابة لكن الحمد لله تعافى بشكل كبير وكمان اتطمن عليه لصارت بعد مشاركته في الميران بشكل طبيعي كمان تحدث مع عربي بدر لاعب فريق الشباب واللي بيشارك فيه تدريبات الفريق بحضور المترجم لنقل بعض التعليمات دي كان الكلام اللي حصل بينه بين لصارت وعربي بدر وكان بحضور المترجم أكيد كله كلام تحفيزي في الفترة اللي جاية كله بيتكلم على عربي بدر إن شاء الله يكون حاجة جميلة جداً للنادي الأهلي زي الشباب اللي طلعوا وقصر الدنيا صلاح محسن وناصر ماهر بينتظموا في ميران الأهلي بعد أجازة خدوها بإذن من الجهاز الفني كان شاركوا مع المنتخب الأولمبي وما كانوش خدوا أجازة عشان كده كان فيه فترة أجازة طويلة بالنسبة لهم لكن خلاص شاركوا في ميران النادي الأهلي يعني فين صلاح محسن وناصر ماهر طبعاً لعيبة كبيرة جداً وعناصر مهمة جداً من خلال المجموعة دي كانت أخبار النادي الأهلي بسرعة أو في عجالة اللي حصل في التدريب النهاردة يعني ما فيش حاجة حصلت كتير تذكر إن شاء الله نكون معاكوا أول بأول نغطي كل أخبار التدريبات وكمان نغطي كل أخبار المعصر بإذن الله في الفترة اللي جاية